السلام عليكم في هذا الفيديو سأتكلم عن الميزات الجديدة في برنامج Adobe Premiere Pro رصدار 14.4 هذا التحديث نزل اليوم 15.9 للماك و للويندوز فيه العديد من الميزات سأتكلم عليها الان اول ميزة هي Scene Edit Detection لو كان عندك مقطع فيديو لفيلم معين او اي مقطع فيديو انت تريد تعرف شو المكانة المقاطع اللي كنا استخدموها يعني كان مقطع الفيديو هذا عبارة عن خمس مقاطع وسوها في فيديو واحد عن طريق هذه الميزة ممكن نعرف شو هي الاجزاء ونخلي بريمير يقطعنا اياه لو جينا مثلا على هذا الفيديو هذا الفيديو متكون من الصوت ومن الصورة فاني لو استخدمت هذه الميزة ترقائيا رح يقطع لي الصوت والصورة طبعا رح يعتمد على حسب المقطع اللي بالاساس موجود انت لو ما كنت تريد تقطع الصوت تريد تقطع بس الصورة رح تروح على الفيديو هذا كليك ايمين واحي اختار UN LINK فرح يستطيع ايش مقطع الفيديو او الصورة لوحده ومقطع الصوت لوحده لو جينا على هذا الفيديو واذا قطعوا له عدة اجزاء رح اعمل كليك ايمين على الفيديو رح اختار الميزة اللي هي SCENE EDIT DETECTION لما اختار هاي طلعي ثلاث خيارات الاختيار الاول هو انه يقطع الفيديو هذا الى عدة اجزاء داخل التايم لاين مثلا لو كان هذا الفيديو عبارة عن مقطعين بالاساس رح يقطع لك ياهم مقطعين ثاني اختيار اللي هو ان يعمل لنا مجلد جديد داخل البروجيكت هنا ويضيف لنا المقاطع مثل ما قلت لو كان هذا الفيديو عبارة عن ثلاث مقاطع بالاساس رح يقطع لنا ثلاث مقاطع يخليهم داخل مجلد في المشروع هنا ثاني اختيار ما رح يقطع لنا الفيديو داخل التايم لاين ولا رح يعمل لنا المقاطع داخل مجلد داخل البروجيكت بس رح يضيف لنا ماركر اللي هي العلامة ان المقطع ينتهي بهذا المكان فأنا راح تاجيش راح تاج اول ميستين ثلاثة واحدة ما راح تاجها فراح سوي صحة للاثنين ممكن سوي صحة للوحدة ما راح سابق اللي اريده وبعد اختار انالايز انالايز اللي هي التحليل راح يبدأ يحلل للفيديو وشوف لي هذا بالاساس كان كم مقطع طبعا بالاساس هذا الفيديو كان عبارة عن ثلاث مقاطع سويتهم قبل شوية عملتهم ريندر وبعدها ضفتهم داخل البريمير واحد راح يصير يقول زين انت سويتهم من نفسك هنا داخل البريمير البرنامج ما راح يكتشف الفيديوهات اللي عملتها انت خاجب بريمير لا يعني مجرد بس طفت الفيديوهات للتجربة راح ننتظر الى ان ينتهي وبعدها نرجع الان اكتمل عندنا بعد ما يكتمل لو تلاحظ معي بالتايم لاين هذا المقطع الاول هنا طبعا الحمسة للصوت هذا المقطع الاول لو جينا لي هنا راح ينتهي بعدها يبدأ المقطع الثاني بالشكل وبعدها مقطع الثالث نفس الوقت عدنا هنا سبكليب نضاف لنا اياهم داخل المجلد اللي هو هذا المجلد تيست فوتج ممكن احنا نعيد التسمية نختار اي شي نريده الميزة الثانية اللي هي HDR for Broadcasters هنا الHDR اللي هي High Dynamic Range هذي ممكن يستفيدوا من عدها الناس اللي يعملون محتوى لمثلا البث المباشر وغيرها من الامور طبعا هنا الميزات كثيرة ممكن تقرؤون عنها في الصفحة المخصصة اللي ادوا بي شرحتها في هذا المكان فهي معنوات كثيرة فيها ممكن يستفيدوا من عدها نضيفون مجموعة من الامور هذي تخص اكثر شي تصحيح الالواء الميزة الثالثة اللي هي Export with Proxies الProxies اللي هي لما يكون عندك مشروع معين مثلا على البريمير يكون جودة عالية مثلا 4K وشوف حاسبتك انه هي ما عاد تقدر تعالج هذا الفيديو والفيديو حيكون عندك بالمعينة بطيء كثير فانتش تسوي تسوي الProxy انه انت تغير الجودة الى جودة اقل وبعدها تشتغل داخل البريمير بشكل اهتياتي وبعدها بالرندر النهائي تشيل الProxy وترجع معافات الأصلية وتعمل الرندر حاليا بالإصدار 17.4 انت ممكن تعمل الرندر مع الProxy يعني لو كان العميل عندك يريد يشوف النتيجة النهائية للعمل اللي عندك يقول له وارسلك عني الفيديو النهائي وانت شوفه وقل لي اذا تمام او لا بعض من العملاء ممكن يعني ياخذ الفيديو النهائي وماريد عليك نهائيا فانت حتى تضمن حقك انه ترسل الفيديو جودة تعبان شوي اللي هي Proxy اللي اختاريتها انت وحتى يشوف المقطع النهائي حتى ايضا الحجم يكون اقل حتى ليس فيه مشاكل ايضا فانحنا لو رحنا مثلا على تصدير النهائي من File Export وبعدين Media أو Control M Command M رح نلاقي عندنا الخيار اللي هو Use Proxies لانه هاني هنا ما استخدمت الProxy فاني ما رح احتاج ان نسوي Use Proxies فقط اذا استخدمنا هطبعا عني شرحت الProxy شنو هي وكيف ممكن نستخدمها بالفيديوهات السابقة عندي بالقناة هذي بالنسبة لي هذي الميزة الثانية الامر الثالث اللي كان عندنا اللي هو السرعة في اضافة تطبيقات الطرف الثالث مثلا مؤثرات الصوتية او Plugins ممكن لو ضفتها على Premiere رح يصير عندك هنا اسرع بالاضافة اللي ممكن نعدل اللي هي Waves Complete اللي هي خاصة بمؤثرات الهندسة الصوتية اللي ممكن نضيفها داخل الPremier بنهاية هذا الفيديو اتمنى ان نستفادوا من عنده لا تنسوا ندعو القناة بتنقرأ اعزال لايك ولا تنسوا الاشتراك فيها اللي يصلكم كل جديد شكرا للمشاهدة